تحت شعار نحو فعل إعدامي وحقوق مختلف نظم اليوم السبت يناير بنادي المدرس بالربا العاصمة الجمع العام التأسيسي لجمعية إعلامية وحقوقية تحت اسم المركز الوطني لإعلام وحقوق الإنسان وقد عرف هذا الجمع العام حضور مجموعة من الفائلين الجمعويين والحقوقيين والإعلاميين الذين جاءوا من مختلف مدن المملكة سواء من شمالها أو جنوبها أو شرقها وذلك لمساهمة في تأسيس إطار حقوقي وإعلامي يتجاوب مع اختيارات الدولة المغربية في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وإرسائم الشمع يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة الإنسانية والمساوات وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية هذا المركز يجب أن يكون إضافة لمجموعة للعيئات الحقوقية ولمجموعة للعيئات الإعلامية أيضا لأننا نصح في مطالب الشيء الذي يمكن أن تتجه بالفرص والحقوق الإنسان هو أنه يجمعه بين حقلين اثنين حقل الإعلام وحقل الحقوق الإنسان في هذا المركز سنكون المشاركة الحقوقية وأيضاً صحة في النهانية عامة فقط ومشروع الإعلامي والحقوقي التي تطال الإنسان والصحافي والمبدع وكاد المساهمة في التربية على المواطنة والديمقراطية وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية وورشات ونشر تقارير دولية سنوية عن وضعية حقوق الإنسان والصحافي والمبدع في المجال الحقوقي كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربة اتهاء أو في المجال الإعلامي كالهيئات العليا لسمعه البصري وفي ختام الجمع العام التأسيسي تم انتخاب مجلس وطالي يضم 25 عضوا الذي انتخب بدوره في جو ديمقراطي وتوافقي مكتبا ومركزيا يضم 13 عضوا على رأسهم الأستاذ إبراهيم الشعبي كرئيس باقي الجمعيات الحقوقية والجمعيات المتخصصة في ميديا الإعلام والاتصال من أجل المساهمة في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وأيضا نشر تقافة الحرية والإعلام والصحافة وحرية تعبير أيضا سنساهم أيضا إلى جانب هذه الإطارات وهذه الجمعيات والجمعيات من أجل تقوية حقوق الإنسان داخل المغرب وبناء أيضا شركات داخل المغرب مع مؤسسات رسمية وغير رسمية إذا قتل إلى مؤسسات أدوانية من أجل إنجاح ورش الحقوقي والورش الإعلامي نعتقد أن من المسائل التي تميز المركز الوطني الإعلام والحقوق الإنسان أنه يجمع بين ما هو حقوقي وما هو إعلامي في الوقت توجد منظمات حقوقية قوية نوعية داخل المغرب وكما توجد أيضا مؤسسات إعلامية قوية توجد في المغرب تشتغل على الجانب الإعلامي نحن سنتميز بالجمع بين الحقوقي الإعلامي والحقوقي ونتمنى إن شاء الله أن نتوفق في تحقيق الأهداف والآليات التي سطرت داخل القانون الأساسي التي وافق عليه الجمعان التأسيسي اليوم في هذا الرقاء